ورجع نالكو تاني بعد الفوصل معينا بقى فقرة تانية وتنوعة خالص وحاجة كده اول مرة نجيبها في البرنامج بتاعنا كالعادة انا مش بحب اعرف ضيوفنا كتير عشان نتدلهم الوقت ان احنا نتكلم معيهم ونستفسر كده ونستغلهم في كل حاجة محلات الدهب وصحاب الدهب يا جماعة يعني انا كنت بقول له هاتلي حاجة معيك وننصصها بس هو بقي مخلص جدا معي النهاردة واستاذ امير من محل واستاذ ميجد سلطان وهو ادمن بيج صفحة مسوقات ومجاهرات ميجد سلطان طبعا هتظهر لكم طبعا على الشاشة والتليفونات وكل حاجة نورتنا يا استاذ امير نورك نورك يا ستوديو كله بس مرة الجاية برضا هيخد منك حاجة دهب الله يخليك هجيلك تاني طيب عايزين بقى نسألك كده شوية اسئلة عن الدهب بقى قل لي كده اه كمان يا جماعة ازا قل لكم حاجة ان هم عندهم كمان اقل سعر وعندهم مصدقية في التعامل وكل حاجة ما تسألينيش جربتهم ولا عشان انا جربتهم وخلاص المهم قل لي بقى ايه اسعار الدهب النهاردة هو الدهب النهاردة بـ 810 يعني يعتبر سعره متوسط يعني دا عيار 21 وعيار 18 بـ 695 طيب طيب انت شكلة يعني انت معلش انت شايف ان دا حاجة كويسة ان هو كده عيلي ولا نيزل ولا ايه هو بصي نزل شوية عن الاول لان هو من قيمة شاهدين هو السعر دا ما نشي في البيع كمان ولا في الشراء لأ دا سعر البيع في الشراء بيبقى السعر بيقل لي شوية يعني بيقل بس حاجات بسيطة اللي هي دريبة المبيعات بس طيب انا عايزة اسألك بقى حيجة انت من وجهة نظرك ومش ان انت بتشتعل في محل دهب ان فكرة الدهب دي كاستثمار دلوقتي الايام دي كويسة فعلا الناس بقت بتقولك انا اشتري دهب واستثمره احسن من العقارات واحسن من خط فلوسي في البنك الدهب احسن من الفلوس فعلا لان الدهب وقتا ما هتحتاجيه الفلوس كان انها في ايدك بالضبط فلوس متشالة نفس الوقت بتستفادي بلبسه وبتشتفاك ان انت بتلبسي حاجة شيك قويان طيب عايزة اسألك سؤال تاني هو موضوع الدهب اللي بيبقى فيه فسوس ليه لما حد بيبقى مثلا طبعا معيد اسورة او حاجة فيها فسوس او بيجي بيعي العموان اي دهب فيه فسوس ليه بيقل من قيمتها لا ده كان الاول دلوقتي كل الشغل اللي عندنا مثلا في المحل بتاعنا احنا جايبين شغل الارزورد دي وشغل كينج جولد وشغل كله مركات بيبقى بفسوسه لكن الشغل القديم ايام ما كان الدهب رخيص ما بيبقىش بفسوسه بيحطوا الفسوس توزنيها كأنها دهب وانتي بتبيعي بتخسر الفسوس دي لكن دلوقتي الوضع بقى افضل كتير يعني الحاجة بتشتريها بالفسوس بتبيعيها بالفسوس بتاعتها تمام يا جماعة عايزين طيب الصور نعرضها ايوا ايوا اهي معينا على الهواء تمام دي يا جماعة الكوليكشن الموجود طبعا في المحل معا ان انا قلتلك برضو هاتهم هنا نشوفهم ايه المشكلة اهو مرضيش يا جماعة عندنا الكوليكشن اهو طبعا ظهرلكو في الشيشة طيب فيه ناس بقى ليه بتفضل بيقولك بتفضل بيعي الدهب الغير مستخدم عن المستخدم ايه الفرق؟ هو بيعي الدهب المستخدم بيبقى المصنعية اقل شوية لكن الغير لان هو بيبقى دهب مستعمل يعني بمعنى الاصح بيتحط بس حسنة المحل مش مصنعية يعني بيتحط سعر بسيط او ينفع كاستثمار يلي عايز يستثمر فلوسه ممكن بدل السبايك والجناهات الدهب يجي الدهب مستعمل يستفاد بيه كليبس ان هو شكله طبعا حاجة شيك قوي وفي نفس الوقت برضو ان هو لوقتا ما يحتاج فلوسه هيلاقيه بصي كده عايز اثبت الصورة دي ايوة تمام ده هناك كليه مثلا ميزانه جرام و330 ميزانه خفيف قوي يعني الكليه كله ممكن انه مثلا ما يكملش الـ 1200 جنيه فالحاجات دي هي دلوقتي اللي شغالة يعني هو ده اللي بقى يشتغل اكتر عشان الشركات وعشان سعر الدهب بقى غالي شوية وكده يعني طميم الصورة اللي بعدها طيب الصورة اللي بعدها ايوة ده خاتم برضو طلع جديد بيتلبس في 70 اشكال دلوقتي بقى التحفة قوي هو برضو بيباع بخصوصه يعني هو بيباع زي ما هو بيباع بالخصوص بتاعته طميم طيب ده وده ده برضو جرام 55 يعني مثلا سعره ممكن يبقاها في حوالي 1200-1250 يعني حسب برضو السعر بيختلف حسب سعر الدهب بس قصدي ان الحاجات بقى تتعمل ميزان خفيف قوي السعر هنا معروضة ومحطوط الميزان تحتها في اخر الصورة هاي طيب انت من وجهة نظرك اصلا هي الاسعار الايام تزيف حوار الدهب عالية ولا نازلة اصلا بصي هي تعتبر متوسطة ان هي نزلت شوية عن الثلاث شهور اللي فاتوا كان وصل ل900 جنيه وكده النهار ده بـ 810 اه صح فيعتبر اقل كتير عن الاول يعني انا عايز اسألك سؤال بقى حتى هو مش فلسكريبتش صدقني بس هو موضوع الدهب ده ليه في من وجهة نظرك والدهب الابيض ولا الدهب الاصفر ايه في ناس اصلا متحبش الدهب الابيض ما هو كله دهب بس في ناس عارف تقولك ايه انت لابس دهب ابيض معرفش ليه بيحسسون بيحسسون انهم بيقللوا شوية من قيمة الدهب الابيض لا هو الدهب الابيض بس هو بيبقى واخد تلع زيادة لان في ناس بتبقى ميالة للون الابيض او حبة اللون الابيض فهو بيبقى معمول اصفر عادي لون الدهب وبعدين بيدخل حاجة اسمها بنيوبلاتين بياخد بس تلع ابيض يبقى لونه بيتحول من اصفر لابيض طيب ليه اللي هو الدهب الابي بقى عيارات 22 بيحسبوها لعينة 21 هو 21 هو الدهب اصلا العيارات بتاعته 18 و21 و24 في الامارات في الامارات والصعادية والدول دي من وجه المصر لان احنا مش شغالين في مصر كعيار 22 احنا شغالين هنا العيارات المتاحة في مصر 18 و21 وفي عيارة 14 نزل بس طبعا مش يعني مع لهوش طلب قوي لان مصنعته بتبقى غالية جدا ماشي بس لما بيحد بقى بيبقى الحاجات دي من برا وبيجي هنا بيحسبوها رو على انها كده عشان احنا بنتعامل في الايارات دي بس لان انت برضو لو رحت بدها بمصر ببرا هم هيخدوه بالايارات اللي هم شغالين بيها فبيبقى حسب البلد اللي انت فيها يعني طب امتى بينزل سعر الدهب هي دي متعلقة بسياسات وحاجات كتير يعني بس بيقولوا ان اللي رفع السعر الايام اللي فاتت هم متعلق بالدولار في موجه النظر طبعا وبردو متعلقة بالاستقرار بتاعة الدول عامات يعني مثلا يقال ان اللي رفع سعر الدهب الفترة اللي فاتت حوار كورونا وعدم الاستقرار اللي كان في الدول كلها فده خلى طبعا سعر الدهب رفع بشكل غريب يعني يمكن مثلا زد حوالي 300 جنيه في الجرام او 250 جنيه في الجرام طيب مش عشان برضو انت بتشتعل في محل ده عايزين اسألك على حيجة هو الوقت ده مناسب فعلا للشراء والبيع بس بجد بصي هو الوقت كل الوقت مناسب للشراء والبيع هيبتختلف بس حسب ظروف الشخص يعني المسأل اللي عنده شبكة كده كده هيجيب دهب اللي عايز يستصمر فلوسه ممكن يستصمرها في الدهب وبردو مناسب للبيع للي هو محتاج ان هو يبيع حاجة او مزنوق في حاجة هي بينفعك في الاوقات دي كانه فلوس متشالة طيب لو حد عايز يشتري دهب ايه بالنسبة لك ايه ايه الافضل هو اشتري سبايك ولا اشتري الدهب اللي هو والجنيهات وكده ولا اشتري اللي هو الدهب العادي اللي هو المشغولات وكده هي السبايك حلوة كاسكسمار لكن اللي ينفع كاسكسمار وفي نفس الوقت ينفع ان هو يلبسه ممكن يجيب دهب مستعمل بيدفع مصنعية بسيطة ولما يجي يبيعه هيلاقي فلوسه متشالة زي مهي يعني مصنعية المستعمل بتبقى حاجات ضعيفة قوي لما يجي يبيعه لو ادها بذات حاجة بسيطة هيعود المصنعية وممكن يكسب فيها كمان طيب ازاي بيتم احتساب بحوار المصنعية ده حسب الشغل يعني كل شغل بيختلف مصنعيته عن التاني حسب جودة الشغل احنا بالنسبة لنا احنا يعتبر اقل مصنعية في السوق كله في محل ما جيت سلطان وبرده ممكن طب وروني كده يا جماعة بقيت الشغل يتعرض والشغل يتعرض يلا يا جماعة فين الصور طيب كمل كمل بس بنتكلم ان احنا في المحل مثلا صاحب المكان اهو اهي الصور اهي اه ايه ده هتصدق على فكرة انه لفسها بتاع زي ده بس هو طبعا مش ده اهو اهو جد اهو اهو يا جماعة عندنا منه دهب احنا عندنا كل حاجة يعني عندنا اشكال جميلة قوي اللي هينوارنا في المحل مش هيندم يعني طيب لا يا جماعة انتو كده لغباتكو بدان يا خورس طيب ميشي هنا ده طعم اثور برضو بيبقى ثلاثة الوان اصفر وبكر وسيلفر وروس جولد بيبقى شكله برضو شيك او في اللبس الشغل النازل الجديد اصلا عموما كل الاشكال بقى الجميلة قوي اهو انتو مكانكوا فين احنا عنواننا تمانين شارع حسني اه محطة متر وغمرة طيب الدهب عايزة بقى سألك على حاجة اهو الدهب بجد بيبوز اشوفت انا سيفت السكريبت اهو الشرق السنة دي بقى من عندي اهو بجد الدهب بيبوز من كتر ما ممكن انا وست البيت مثلا تخسل الموعين والحاجات دي بيقولك لا 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 بيقولك حتى اللون بتاعه بيتطفي لا مش هارف ايه بالعكس هو لما ممكن مثلا لو راحت اي محل او اي ورشة هيرجعه لك انه جديد بالظبط مجرد مثلا او هي تخسله ممكن بشوية فري مثلا بفرشة سنان لكن الدهب عنه ما بيبوز زي ما هو ما ايوة بس هما بيقولك شوية بيتطفي او اللا ما عبدته لا 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 وفيه على فكرة خواتم بيقولك بتتاكل او يعني يعني انا بجد انا تخس في المزان ليه بقى عشان الاحتكاك بتاعها يعني انت مثلا لما تفضلي وانت بتخسلي موعين سلك الموعين الكلام ده هو اللي ممكن يقلل الوزن شوية بس برده ما يقللوش كتير يعني يعني بس هو ده ما لوش علاقة بقى بجودة الدهب او ان حد اللي اجاب منه ولا اي حاجة لا هو فيه طبعا ورش بتعمل دهب بيبقى العيار بتاعها مش مظبوط لكن مش هو ده اللي يخلي اللون يختلف او كده لان اللون بيختلف حسب استخدامك انتي او حسب العرق بتاع الشخص لكن العادي ان الدهب لونه ما بيرحش ابدا وحتى لو اللون اختلف مجرد ما يتلمع يرجع كأنه جديد بالزبط طبعا انا عايزيك برضو تقول كده للناس موضوع ان انا ازاي تأكد هو طبعا يعني هي الناس عارفة بس برضو يعني بنأكد عليها موضوع الدهب الصيني والدهب الحقيقة ازاي يعرف ان الحاجة اللي قدامي دي ما تخمش فيها هو الدهب بيبقى مدمور طول ما هو مدمور الطميني احنا مثلا فيه شغل دلوقتي بيبقى شغل شركات ما ينفعش حد يدمغ حاجة غلط او مشموهة لا طبعا لا لا لان هو اللي هيتضرر يعني المكان اللي هيبيقى حاجة زي كده ما انتي هترجعي له تاني فهو صاحب المكان هو اللي هيتضرر طب ما هو عادي يا استاذ يعني ما هو عادي بيبقى فينا ستفضل بتغدي فاتورة بالحاجة لا لا بتغدي فاتورة طبعا ما هو موضوع الفاتورة ده على فكرة عشان كده لما حد بيجي داع البتاقي يقولك الفاتورة ببقى مهم جدا بالوقتي اهم حاجة يعني احنا مثلا مهم جدا الفاتورة اي حاجة عايزت بيها دلوقتي لازم الفاتورة في الدهب طبعا فما فيش حد يقدر يطلع فاتورة بحاجة صيني على انها دهب هيضر المحل بتاعهم طميم نورتاني يا استاذ امير ويا جماعة بجد والمحل هو قال لكم ارقام التليفونات بتاعتهم نازلة وانا خليت يقول لكم العنوان طبعا وشفتوا شغلهم ويا جماعة يعني ما تكتبونيش تقول لكم روح اشتروا منهم يعني انا قلتاني عندي نسبة المشاهدة كتير وفاصل وهرجع لكم عشان عايز اتكلم معيكم شوية استنوا